حقيقة انسحاب شركة فياط من الجزائر وإلغاء بناء مصنعها بوهران تدول الصفحات ونشاطة مع مواقع تواصل اجتماعي خبرا يخص شركة فياط وعلاقتها بالجزائر وجاء في مثل الخبر الذي نسب مصدره إلى قناة فرونس فيندكات الفرنسية بأن الشركة الإيطالية قررت إلغاء عقدها مع الجزائر بشأن بناء مصنع لتصنيع السيارات أضف الخبر بأن سبب انسحاب الشركة من السوق الوطني مرده عدم توفر ضمانات كافية لنجاح المشرع تم تداول الخبر على نطاق واسع لسيام لدى صفحات من شاؤها المغرب وبقليل من البحث والتحرير بموقع فرونس فيندكات الذي نسب إليه الخبر لم نجد أصلا له حيث يعود آخر خبر بالموقع عن شركة فياط إلى تاريخ توقيع اتفاقية بين الجزائر ومجمع العالم ستيلونتيس لتصنيع سيارات من علامة فياط بوهران جدير بالذكر أن وزير الصناعة أحمد زغدار كان قد كشف توقيع اتفاقية بين انقطاع الصناعة والمصنع الإيطالي فياط التابع لمجمع ستيلونتيس لإنجاز مصنع لتصنيع السيارات وسيتم إنجاز المصنع بولاية وهران أين سيتم تصنيع السيارات السياحية والنفعية الخاففة وعن تفاصيل اتفاقية لفت أحمد زغداري عن نفيات قدمت التزامات مميزة لتحقيق نسب إدماج تستجيب لما تصب إليه الجزائر ضمن استراتيجية تطوير شعبات صناعة السيارات أكد وزير الصناعة أن قطعه سيصار على تجسيد الفعلي لهذه المشاريع من خلال مرافقة حافظها لها بعد توقيع هذا الاتفاق الذي تم من خلاله وضع خارطة طارق للتسريع من وثيرة إنجازه ودخوله يحيز الإنتاج في مدة قياسية أبرز زغدار أن هذه الإجراءات ستسمح باقتناء سيارات بمعايير عالمية من جهة وخلق قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني لا تنسوا إشتركوا معنا في القناة فعلوا الجرس ديروا نجام الله فيديو ربي يحفظكم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله